حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض كوادرنا إلى التجاوز والاعتداء خلال ممارسة مهامها في رفع التجاوزات ومنعها ونحن لاحظنا يمكن التجاوز الأخير على رغم من وجود حقيقة القوات الأمنية المصاحبة لكوادرنا لكن مع ذلك تعرضوا لهذه التجاوزات حقيقة في هذا المجال أود أن أقدم شكر جزيلا لكافة الجهات الأمنية والعسكرية أيضا المنتسبية ووزارة الداخلية على دعمهم لكوادرنا نحن من ناحيةنا كوزارة مورد ماير بالتأكيد يعني الإجراءات القانونية وإقامة دعاوة ومحاسبة المتجاوزين بالطرق القانونية مستمرة في كل الحالات التي تعرض بها كوادرنا هذه الكوادر التي تساهم في عملية رفع ومنع التجاوزات هو مفصل مهم جدا من المفاصل التي يجب أن تتبنىها جميع الأطراف وأعتقد هذا ما تم التوجيه به من أعلى سلطة بالدولة من أجل السيطرة على التجاوز على المياه وتخفيف آثار الشحة وضمان عدالة التوزيعات للمياه لكل المستفيد الخزين المياه العراقية وصل إلى 12% من مجموعة الكلي ما هي تداعيات هذا النقص الهائل على المدى القريب؟ نعم حقيقة موضوع الشحة المائية وقلة الإرادات المائية أصبحت واقعة يعني معروفة وأعتقدية من الملفات المهمة جدا والمؤثرة بشكل كبير على الأمن المائي والأمن الغدائي وما يشكله من تأثير بالتأكيد على الأمن القومي بشكل عام موضوع الشحة المائية وانخفاض مستويات الخزين المائي بالسدود والخزانات بشكل عام حقيقة تأتت من خلال عدة ظروف عانينا من عدها ظروف الشحة المائية والإرادات المائية هي تأخذ محورة أساسية تقريبا المحور الأول هو محور فني ما يتعلق بسياسة دول المنبع في التوسع بإنشاء سدود الحزنية لا هذا واضح الموضوع الفني والبيئي وربما التنظيمي لكن يتأثير على المستوى القليل طبعا هو بالنتيجة بالنتيجة إحنا اليوم لما تكون هناك قلة بالإيرادات المائية إحنا مضطرين حتى نلبي كل المتطلبات والاحتياجات اللي تحتاجهم بالمياه الخام رح نطلق من الخزين المائي الموجود بالسدود والخزانات لهذا نخفض مستوى الخزين المائي بالنسبة كبيرة جدا هذا طبعا بالتأكيد رح تكون إلى آثار سلبية خلال المواسم القادمة إذا ما استمرت ظروف المناخية واستمر موضوع الجفاف رح يأثر على كل القطاعات لذلك اليوم مزارة المورد المائية أعلنت قبل يومين خطتها لإروائية آخذة بنظر الاعتبار كل هذه الظروف سواء ما متوفر من خزين المائي وما متوقع أيضا من طبيعة السنة المائية للخريف الحالي ويعني الشتاء القادمة يعني يسألك حول هذه الخطة الإروائية يعني كانت شح المياه يهدد المساحات الزراعية اليوم الحديث عن تهديد مياه الشرب توفر مياه الشرب للمواطنين هل وضعتم هذه الخطة بهذه الاعتبارات؟ نعم موضوع مياه الشرب حقيقة مؤمنة بالكامل ولا وجدت خوف عليها حقيقة وهي من أولويات عمل وزارة الموارد المائية وتعتبر الأولوية رقم واحد في عمل الوزارة الخطة الإروائية التي وضعتها وزارة الموارد المائية من خلال اجتماع لهيئة رأيب الوزارة أخذت محورين أساسيا المحور الأول هو تأمين الإرواء لمساحة واحد ونصف مليون دونم على المياه السطحية على أن تستخدم أو تستغل الأراضي الزراعية في صدور الأنهر ومضمونة الإرواء وأيضا تأمين الإرواء لمساحات بحدود 2.5 مليون دونم على الآبار باستخدام طبعا مياه الجوفية للمناطق الواعدة وحسب إجراءات وزارة الموارد المائية في عملية تسهيل حفر الآبار وإدامة وصيانة الجزء الأكبر من ما موجود من هذه الآبار وأيضا طبعا باستخدام التقنيات الحديثة بالزراعة وهذا شرط من أجل السيطرة على المياه وعدم هدرها وأيضا تأمين الإرواء بحدود مليون ومئة ألف دونم للبساتين بشكل عام مع ضمان تأمين المياه الخام لكافة محطات الإسالة الرئيسية والمجازة بما يضمن إنتاج المياه الشرب طبعا بالتأكيد هذه المحاور كلها هذا اليوم تحديدا صباحا كان هناك اجتماع مشترك ما بين ممثلي وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة من أجل تطبيق هذه الخطة الإروائية بما يتناسب وإقرار الخطة الشتوية للموسم القادم أيضا إحنا طلبنا من خلال هذا البنان تكاتف جميع الحكومات المحلية بالمحافظات للسيطرة على التجاوزات منع التجاوزات بكل أنواع سواء عن التجاوزات البيئية لتلوث المياه وخطورة هذا الملف خصوصا في فترات الشحة أو التجاوز على الحصص المائية استخدام التقنيات الحديثة عامل مهم جدا هذه الأمور كلها يجب أن تتماشى بخط واحد مع تطبيق هذه الخطة خطة الأرواق حضرتك ذكرت عرضا أزمة التفاوض مع دول المنبع هل هناك خطة للتلافي هذا الموضوع من خلال منظمات دولية حقيقة موضوع ملف المياه ملف حقيقة ليس وليد اليوم وملف طويل جدا حقيقة يعني عانينا كثيرا يعني كثير من اللقاءات على سبيل المثال كثير من اللقاءات الفنية الزيارات المشتركة حصت ما بين الجانب العراقي على سبيل المثال والجانب التركي باعتبار أنه النسبة الأكبر من إرادة ماية في نهري دجلة وفراتهم من الجانب التركي لكن مع الأسف لم نرى هذه الاستجابة اللي يتأملها الجانب العراق سواء على الجانب العراقي طبعا وفق الحقوق العراق المائي باعتبارها هو دولة مصاب كافة القوانين والمواثق الدولية تضمن حق العراق في المياه في الحصول على حصة عادلة من المياه تضمن تلبية متطلباتها كافة آخرها كان المفروض خلال هذه الأيام القريبة هناك وفد فني عالي المستوى سيزور تركيا للاطلاع على السدود التركية مقدار الخزين المائي بالتركية والنقاش والتفاوض على مجمل من الملفات تتعلق بالمياه هدفها الرئيسي هو ضمان حقوق العراق المائي